رأي حضرتك في أداء الحكم الليبي مبارح وكان فيه شفنا جدل في ضربات الترجيح أو الركل الترجيح اللي كانت النادي الأهلي جاب بيها الجون وكمان هل فيه ضرب الترجيح يعني كانت مستحاقة للزمالك ولا لا كان فيه جدل مبارح هل بشكل عام تقييم حضرتك لأداء الحكم مبارح هل فعلا فيه أخطاء تحكمية شفت التحكم إزاي؟ والله بص الأخطاء التحكمية ورد في كل أين كانت المباراة يعني أنا شايف أن ركلت جزاء الندي الأهلي جاب بصرح حتى الهدف كفنية كان اتفاق جداً والكصة دي ما تقللش طبعاً من إيمة ضرب الجزاء حتى لو احنا اختلفنا عليها ضرب الجزاء فعلاً صحيحة أنه أكرم طفيق سدد الكورة وكان فيه بلوك من المسلوسي فكان ضرب الجزاء فعلاً لكن كان كل اللي اختلاف هل يبي الفعل خارج منطقة الجزاء وانا دخل منطقة الجزاء أنا شايف ركلت جزاء الزمالك ووجد نظر المتوضع يعني شايف تدخل عادي يعني أنا شايف مش تدخل يترتع بلو ركلت جزاء لكن كل الأمور طبعاً أن المطش بأجواء المباراة بالتنفسات بين الفرقتين للقب اللي الزمالك والأهلي عاوز يحصلوا عليه خصوصاً أن النادي الأهلي كان قابل للزمالك في 94 صوت أخر شوية في احتساب ضربة الجزاء ده اللي عمل شوية هو ده اللي عمل احنا طبعاً مش متعودين للفار بيقعد فترة طويلة كده عمتاً في المطشات تحديداً في الشامبنزيكي احنا عشان كنا متابع لسه بليها بسبوع الشامبنزيكي الأوروبي والدورات الأوروبية فبالتالي دايماً الحاكم بياخد أي اعتبر ثواني معدودة وبتالي يعني يعدي القرار أو يثبت قرار في أي أن كانت ساقراك للجزاء أو حتى طرد أو حتى العوامل أو النقط اللي بيرجع لها للفار لكن طبعاً طول الوقت إن بارح وبيرجع للفار قدى الاعتراض لعيبت النادي الزمالك عليه وفي نفس الوقت العيبت النادي الأهلي خوفاً من عدم احتساب ركل الجزاء فخلى فيه شد وجذب كده لكن في الأول وفي آخر ركل الجزاء صحيحة ومن وجهة نظر ركل الجزاء نادي الزمالك يعني ما توصلش لدرجة ركل الجزاء